والدان بالتبني محبان أم خاطف الفتاة ماريا؟ هذه هي الصورة الأولى للزوجين الذين تشتبه الشرطة بأنهما خطفات طفلة صغيرة لأسباب غير معروفة ظهر في المحكمة لمواجهة اتهامات نفياها قال إن أحد الأشخاص سلمهما ماريا لأنه لم يكن قادرا على العناية بها أعضاء في مجتمع الروم الغجري تظاهروا تضامنا معهما شريط مصور جديد أظهر ماريا ترقص فرحة في إحدى قرى وسط اليونان حيث عاشت هذه بلدة فارسلا المنزل الذي عاشت فيه ماريا خال لا مجيب فقط بعض الإشارات على المدخل تدل على أن طفلا كان يعيش هنا إلاني جارة للزوجين قالت إنهما كانا يعتنيان جيدا بالطفلة وإنها بكت عندما أخذتها الشرطة لكن في المتجر المقابل لاحظ كوستا أن وجود ماريا غير عادي لا أعرف كيف انتهى بها الأمر هنا قال إلاني جارة حاولنا التصوير في مخيم الروم لكننا هجمنا وتوردنا هم يعتقدون بأن ما حصل سيزيد من تهميشهم ومن الأفكار المسبقة بشأنهم لكن الكثير من اليونانيين يعتقدون بأن تورط أفراد من الروم في أنشطة غير مشروعة سبب هذه النظرة تجاههم ومع ذلك فإن قضية ماريا أظهرت ضعف الاندماج هنا فماذا عن والدي ماريا البيولوجيين؟ وفق أرقام رسمية ماريا هي واحدة من 250 ألف طفل يتم الإبلاغ عن فقدانهم في أوروبا سنويا ماريا حاليا في المستشفى هي سعيدة جدا وبحالة جيدة وتتحدث وتلهو بألعابها الآن نبحث عن بعض المؤشرات التي قد تكون مفيدة للشرطة أسئلة لا إجابات عليها بعد كيف عاشت هذه الطفلة هنا كل هذا الوقت؟ وهل كان ذلك نتيجة مخطط شرير؟ وإلى أي مدى؟ الأمر متجذر داخل هذا المجتمع ترجمة نانسي قنقر